السلام عليكم عليكم السلام تفضل هو رأيك بمعاو مرق بمعاو يروح يا عم أيو السلام عليكم عليكم أيو السلام عليكم عليكم السلام ممكن لا تحصل شيعي نعم تفضل هل الاستعانة هل الاستعانة بغير الله جائزة أم غير جائزة الاستعانة بغير الله تنقسم إلى قسمين استعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك كأننا أستعين بغائب يعني مثلا أنا أريد أن أشرب فأنادي أقول يا حسين نسقيني أعوذ بالله أو يا فلان في مكان آخر أن يكون المستعان به غائب أو أستعين بشيء هو به ولكن لا يقدر عليه إلا الله سبحانه وتعالى كالشفاء ما أنا أقول يا فلان شفيني أو أذهب عند قبر فلان وقف أمام قبره وأطلب منه الشفاء أو أطلب منه دعاء برضه أو أستعين به على شيء لا يقدر عليه إلا فالاستعانة بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله شرك لكن لو أنا بغرق وفي مسبح وبستعين بواحد يعني يستطيع السباح هذا ليس فيه شيء بس أنا السؤال ماتي هل جائز أم غير جائز ما أنا بيّنتي لك بالله عليك علشان أنت مش هترف تخذني في جنب أنت عايزه قلت لك أقول استعانة تنقسمه لقسمين قول لي بقى الحديث اللي عندك عشان أقول لك يدخل فيما لا يقدر عليه إلا الله أو في الثاني في الجائز أو في الغير جائز هات الحديث اللي تقول لي إلي جائز أو غير جائز إلي جائز أو غير جائز بالله أفهمك إزاي في منها جائز وفي منها غير جائز الذي لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك وليس بجائز الذي يقدر عليه الغير ودربت لك مثل كما أنا أستعين مثلاً بأحد ينقذوني من الغرق أو بأحد فيما يقدر عليه مثل الغرق فهذا جائز تفضلوا لا 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 ها لا 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 فأنتم أنت يجوز أنت كمان تستعين بيبوش وبشارون وبنيتانياهو تروح دلوقتي تستعين بروح عند قبر شارون واستعين بيه ما يجوز أنك تستعين بمشرك أولا ده أنت تظن أن يوسف عليه السلام استعين بمشرك والله أنت سعبوا على الواحد والله يوسف عليه السلام مسجون وأقل فلاني أذكرني عند الملك إما خرج نوع من أنواع التعاني أولا لا بس ده فيما يقدر علي يعني إما أنا أقول لك دلوقتي وإنت رايح للبجال إنت اسمك إيه اسمي عباس عباس إما أنا أقول لك يا عباس وإنت رايح عند البجال ابقى هاتلي معك بيبس قوله هاتلي رمي بيبس يبقى ده استعانى بغي فيما لا يقدروا عليه إلا الله لا لا هي دي زي دي والله قال له اذكرني فكروا لأن يوسف عليه السلام سجن مظلوما طيب أنت بتستعين بالحسين كيف عرفه استعين بالحسين أنا استعاد سؤال أنت بتستعين ما أجاوب بتسحدها ما أجاوبني جائز أو غير جائز جائز قولي بقى أنت بتستعين بالحسين كيف جائز؟ أه قولي بقى بتستعين بالحسين كيف يلا استعين بي؟ أه استعين بي بالشفاء بمين؟ بالشفاء استعين بي بالشفاء؟ ايه؟ الشفاء الشفاء الشيء والاستعانة الشيء يعني أنت بتقف عند قبر الحسين تقول له إيش؟ أقول له إيش؟ أه أه دعاء آنية ما نريد من خطك هذا الشيء لا أعرفنا عشان نبقى عرفه ارفع صوتك شيء و تكلم تفضل يعني ما يعني شنن؟ دعاء آنية من روحناك لا ندعي يعني بتقول له كلام قليل الأدب يعني كلام قليل الأدب مش عايزنا نعرفه يعني بتقول له كلام إباحي يا عمي بتقول إيه؟ لا مقالي لده يهور صوتك شيء إيش؟ يا وجيهن لنا عند الله شفعنا عند الله طيب والله سبحان و تعالى قال قل لله الشفعت جميعا و بعد ن ذلك قال camps الذي يشفع عنده إلا بإذنك و بعد ن Example فالشفاعة الله سبحان و تعالى ذكرت أنها لله ولا بد في إذن اتنين أن يرضى الله للشفع وأن يأذن للشفع وأن يرضى عن المشفوع له يعني لا بد أن ربنا يرضى عليك وبعدين يأذن للحسين وبعدين ربنا قال في الآخر كل الله شفعته جميعا فيعني تطلب من الله سبحانه وتعالى يعني تقف وتقول اللهم شفع فيه نبيك اللهم شفع فيه الحسين اللهم شفع فيه علي لكن لا أطلب من علي ولا أطلب من الحسين لأن الله سبحانه وتعالى قال يوم لا تملك نفس لنفس شيئا فالحسين لا يملك لك شيئا ده النبي صلى الله عليه وسلم يا حبيبي الله سبحانه وتعالى قال عنه صلى الله عليه وسلم قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضر إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيبة لا استكترت من الخير فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسي نفعا ولا ضر فالشفاعة تطلب من الله سبحانه وتعالى حبيبي طيب هو الشفاعة من نوع السعانة؟ الشفاعة تطلب من الله انت بتقرأ كل يوم اقرأ الفاتحة كده الحمد لله رب العالمين ايه؟ أقراهي؟ أه، الحمد لله رب العالمين أكمل، الرحمن؟ الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين أهو أنت شفت هو إياك نعبد وإياك نستعين، شوف وقرنت بالعبادة كل يوم تقرأ إياك نعبد وإياك نستعين، وجاي تقول لي لا أنا هستعين بغير الله وإن جاي عايز تثبت للسنة والشيعة الموجودين في البث أنك يجوز الاستعين بغير الله روح يا عم نستعين بغير الله، لكن أنا إياك أعبد وإياك أستعين، إياك نعبد وإياك نستعين يا رب أنا أعبدك وأستعين بك، بس أنا أخذ بالقرآن الكريم يا حبيب إيه دا؟ إستنى 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 إنتو عندكم موقب معد من الشارع موكبي قريب عدينا آه، بيسووا إيش في المواكب هذه؟ من أول من قام بعمل موكب للإمام الحسين؟ هل فعلوا الإمام البقر أو الصادق أو الجواد أو الردى أو الهادي؟ هل أمروا الشيعة بلبس السواد وخرجوا في الطرقات يضيقون على الناس ويرفعون أصوتهم؟ وفي ناس مريدة مش عارفة نام، وفي ناس عندها شباب عندهم مذاكرة طلاب هل أمرهم الحسيني بأخذ بالضرب بالطبول هكذا في الشوارع والطرقات؟ وإزعاج المسلمين لحد الساعة الآن، إتناشر بتوقيت العراق الآن في إتناشر سباحا بتوقيت العراق، مين اللي ألوم يعملوا هذا الإزعاج؟ مالك دقل إحنا هذا ببلد مفيش حاجة اسمها مالك دخل، هو أنا داخل بيت أبوك يا حبيبي، مفيش حاجة اسمها مالك دخل كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنقر، لا ليه دخل يا حبيبي؟ هل أمرهم الحسيني بذلك؟ هل أمرهم الحسيني بإزعاج المسلمين؟ الناس عايزة تنام دلوقتي علشان تستيقظ قبل الفجر بنصف ساعة بساعة، يقيمون الليل ثم يذهبون إلى صلاة الفجر دلوقتي اتنشر سباحا وهيفضل شغال ساعتين كمان ولا حاجة؟ الناس هتنام كيف؟ كيف يطربون بالطبول هكذا عندكم؟ ايه طلع يا حبيبي انكر عن هذا الموقع؟ طيب، لعد الحج عندكم؟ الحج عندكم، وأنت يا ابني وثنيين يا ابني، يا ابني وأنت أخوات أبو جاهل وأبو لهب يا ابني أنت مسلمين زينا ولا إيه يا عام؟ الحج عندنا وعندكم، أيوة يا عام، وأتم الحج والعمرة لله وأذن في الناس بالحج يأتوك رجالا فهو في الناس هوت يا عام، وأتموا الحج، مش لينا بس يا عام، فيه مالة وبعدين الحج ما بنمشيش في الشوارع والطرقات وسط الناس، لا دا ليهم شعائر في أماكن معينة عرفة مزدلفة منها، اللهم اجمعنا على عرفات العام القادم يا رب العالمين، أنا وكل مسلم يستمعوا إليه الآن فالحج يا حبيبي ليه أماكن وشعائر معينة، لكن رامي، رامي، أسأل أنت متتزوج، متتزوج موسى وإزافة وخطوة ومدرش لا والله هذا خطأ برضو، يعني ما تزوج وعمل فرح وعمل، آه بعمل كده، يبقى ده مش جيد بقى يبقى لي أنتوا بتعملوا ده مش جديد، يعني أنتوا عاملين فرح للإمام الحسن؟ يعني لو عندنا فرح ولا حاجة وجايبين طبول، كده يبقى أنتوا بتعملوا جدا جبت دليل، كده قتيت بدليل، الله يهديك يا ابني، الله يهديك وإيش رح صدرك، شكرا لك أنت أقول لك على شيء عباس، أنت ما شاء الله أنا عجبني أسلوبك وانت ما شاء الله شاب عاقل يا عباس أنت شاب عاقل وأنا مفرحان بيه، وأسلوبك عجبني، وبين عليك مثقف وما بتسبش، يعني من أول الحوار بقى لك تسع دقائق معنا هو ما ثبتش فأنا طالب منك بس يا عباس بالله عليك تعدي التفكير مرة أخرى يا عباس، وأتشرف أنك تتصل علي في أي وقت ولو عايز رقم الخاص تواصل معي أعطه لك وأتشرف أنك تتواصل معي دوما يا عباس إن شاء الله إن شاء الله شكرا لك يا عباس شكرا الله يهدي يا رب، ادعو العباس يا أخو، أسأل الله أني يهديك يا عباس وأن يأخذ يديك الحال